اهلا بكم وعلى طول بيتأثر التمساح بالمخدرات وبيبدأ ان هو يتصرف غير تصرفات التمساح العادي او ما هو عمل دماغ بقى صاحبي وبيكون عدواني اكتر وكمان بتزيد قويته وفي نفس الوقت بيقدر ويليامز ان يقبض على شون وبتكون الشنطة بتاعي تشمى ليانا كاس مخدرات ودي هتسبب خطر كبير بعد كده على الحيوانات اللي موجودة في المستنقة وفي اللحظة دي بيخرج التمساح من المياه وبيهجم على شون ويأكله مش بس كده ده كمان بيأكل شنطة المخدرات التانية وبن نروح للزابط التاني اللي قابد على تريك وفجأة بيظهر التمساح وبيهجم على الزابط بسرعة غريبة وبياكله بسرعة وبيتصدم تريك من اللي شايفه وبيخاف وبيجري بسرعة وطبعا ابو التمسيح مش هيسيبه يعني ولسوق حظه وبيفضل التمساح يطرده وبتقع اكياس مخدرات تاني من الشنطة وبيأكلها التمساح تاني والموضوع بيكبر وبيزيد الخطر وبسرعة بيتصل الزابط واليامز برئيس القسم جانسن وبيقول له على التمساح وان الوضع مش تمام وبي يأجر اتنين صيادين عندهم خبرة في صد التمسيح عشان يقتلوا قبل ما يوصل التمساح للسياح في المنطقة ويهجمهم وتحصل مخاطر اكبر وبيقول لهم ان هو عاوز يخلص من المشكلة دي في اسرع وقت وبعد شوية وقت بيروح دانتي للمستنقع واللي بيكون ابن ويليامز عشان يعرف ايه اللي حصل وبيطلب من ابو انه يساعده في حل المشكلة دي وبيقول لابو انه يروح يتكلم مع جانسن عشان يقنع من المياه في المنطقة هتتعرض لخطر كبير وفي العربية بيتكلم دان بس في الاخر لما بيفهم الموضوع بيتأكد انها هتقبلهم مشاكل بسبب التمساح وبيروحوا يتكلموا مع جانسن وبيقول له دانتي ان التمساح بقى تحت تأثير المخدرات وان ده بيشكل خطر كبير وبيكون جانسن بيتعامل مع الموضوع انه تمساح وهيتقتل وخلاص لكن دانتي بيصمم على كلامه وبيطلب من جانسن انه هو يوافق انه يتابع المشكلة ويجيب خبير للتمسيح فبيوافق جانسن وبالفعل عزيز المشاهد بنشوف خبير التمساح بيتو اللي اختاروا دانتي انه يكون معاه في المهمة دي وبيكونوا اصحاب من زمان وبيبدأ بيتو يحدد موقع التمساح وانه يتعامل معاه بالطرق الحديثة وبيستخدم طيارة بدون طيارة عشان يرقب تحركات التمساح لكن اللي بيحصل غير اللي خطاته ليه وفجأة بيخرج التمساح من المياه وبياكل الطيارة وبيتصدم بيتو وبسرعة بيتصل بدانتي وويليامز وبيبلغوهم باللي حصل وبيلموا حاجتهم عشان يهربوا من المكان بسرعة وفي الوقت ده بيكون دانتي مع انا صاحبته واللي كانت زمان زبطة في الشرطة وبقال انها قدمت استقالتها في الشرطة عشان تساعد جرادي في الكافيه واللي بيكون هو كمان واحد من قدماء المحاربين في القوات المسلحة الامريكية ودلوقتي هو صاحب كافيه وبتقرر انا انها تنضم الفريق المهمة دانتي وبيتو بس مش بتعرف جرادي بالموضوع وبيتجمعوا التلاتة في كافيه جرادي وبيخططوا للمهمة بتاعتهم وانهم ازاي هيتعاملوا مع التمساح وفي مكان تاني بنشوف تاجر مخدرات اسمو ديرل وبيكون بيحضر اكياس مخدرات في اليخت بتاعه وهو خارج من الي الاخت بيقع منه كيس المخدرات في المية وطبعا صاحبنا ابو التمسيح بيجي بسرعة على راحة المخدرات وبيطر الديرل عشان ياخد شنطة المخدرات اللي معاه وبيحاول ديرل انه يهرب من التمساح وبيضرب عليه نار وبيحاول انه يطلع على البرج لكن ابو التمسيح صاحبنا بيكون محتاج الجرعة بسرعة وبيطلع وراع البرج وبياكلوا هو شنطة المخدرات وفي الوقت ده بيكون دانتي وبيتو وويليامز بيحاولوا يلاقي حل وبيروحوا الجانسون وبيفهموا ان الوض بسرعة مع التمساح فمش بيهتم بكلامهم جانسون وبيقولهم انه هو اجر صيادين عشان يقتلوا التمساح ما يعرفش اصلا ان الصيادين التمساح قتله وبيطلب ويليامز من دانتي وبيتو انه هما يروح يشوف البرج اللي التمساح طرد عليه ديرل وبيطلبوا من انا ان هي تروح تبلغ الناس عشان يتجمعوا في الكافيل حماياتهم وبيعرفوا دانتي وانا المكان اللي مستخبية فيه وفي نفس الوقت ده بيكون التمساح وكمان وصل للبيت اللي مستخبي فيه واللي بيكون وصل على ريحة المخدرات لعد ده كده الموضوع كبر بقى وبيعيد من يا ابو التمسيح وبيهجم التمساح على البيت من الحيطة وبيكون تراك خايف ومستخبي تحت السرير وبيهجم على التمساح وبتوصل انا متأخرة وبتشوف ان الحيطة بتاعت البيت مكسورة وبسرعة بتتصل بالطوارئ وبتبلغهم باللي حصل وبيظهر التمساح تاني وبيضربوا عليه نار ولكن طلقات الرصاص مش بتأثر فيه وفي وسط المعركة دي بيكتشفوا انه نقطة ضعف التمساح يا مناخيرو اللي بيشم بها المخدرات وبيروح عليها وفجأة بيش وبيقولوا لهم بيتو ان التمساح كل ما بياخد مخدرات بيكون اقوى وانه هو لو وصل للمعمل اللي بيصنعه في المخدرات هيبقى خطر على المنطقة كلها فبيقرروا انه هم يروحوا التكر واللي بيكون عارف مكان المعمل اللي يصنعه في المخدرات لكن قبل كل ده لازم دانتي يفوس في معركة عملها تاكر عشان يقرب منه ويقدر يعرف المعلومات اللي هم عايزينه وفعلا بيفوس دانتي بالمعركة دي وبياخد الجايزة وبيكون مبلغ كبير من الفلوس وبيقرر دانتي انه هو يدي التكر كل فل الجايزة مقابل انه يعرف كل المعلومات عن مكان المعمل اللي بيصنعه في المخدرات وتاني هم بيكونوا في طريقهم للمعمل وبيقرروا انه هم مش هيمشوا في المستنقع بسبب التمساح وبيستخدموا حبل زي التسلق على الجبل عشان يوصلوا للمعمل وفي نص المستنقع بنعرف ان تاكر هو اصلا جزء من شبكة توزيع المخدرات في المدينة وانه بيخنهم وبيكون عنده اوامر انه هو يقتل دانتي وفعلا بيحاول تاكر انه هو يقتله وفي اللحظة دي بيكون التمساح الوحش ده شم ري وبياكلوا وبيتقطع الحبل اللي فيه دانتي وبيتو بس بيقدروا انه هم يهربوا من التمساح ويرجعوا للكافية وبنروح نشوف جانسن واللي بيكون قاعد في الكافية وعمالي اشرب وبيكون حاسس بالزنب بسبب الصيادين اللي ماتوا واللي كان معجرهم عشان يقتله التمساح وبيقرر انه يروح المستنقع وبيرمي فيه كس المخدرات عشان يخلي التمساح يشم الريحة ويزهر عشان يقتله وفي الوقت ده بيلاقي بيتو جاهز اتصال وبيتصل بصاحب اليون وبيطلب منه انه يساعدهم في قتل التمساح وفي اللحظة دي بيكون التمساح شم ريحة المخدرات ووصل عند جانسن وبيضرب جانسن عليه نار عشان يقتله بس طبعا احنا عارفين ان الرصاص مش بيأثر في صديقنا ابو التمسيح وفعلا بيقتل التمساح جانسن وبياكله وفي الوقت ده بيشوف دانتي وبيتو مع ويليامز وانا وبيكونوا بيحاولوا انه هم يلاقوا طريقة في اسرع وقت عشان يخلصوا من التمساح الوحشي مدمن المخدرات ده وانه هم لازم يوصلوا للمكان معمل المخدرات بسر ويضمروه لانهم فاكرين انه هو ده السبب في كل المشاكل دي وان التمساح لو وصل للمعمل ده مش هيقدروا يسيطروا على الوضع ولا حتى على التمساح نفسه وبيجمعوا كل الاسلحة بتاعتهم مع المعلومات اللي عرفوها من تاكر قبل ما التمساح يقتله وبيكونوا عارفين ان معمل المخدرات ده بيكون في منطقة مخفية حول الرمال المتحركة وبيوصلوا وبيحاولوا انهم يتعاملوا بحذر عشان التمساح وبيخططوا انهم يستغلوا المعمل ويحصروا التمساح فيه ويقتلوه وفعلا بي ويوصلوا للمكان وبيحاولوا انهم يدوروا على معمل المخدرات ويكتشفوا ان فيه انابيب مخصصة لنظام التهوية وفي اللحظة دي بيكتشف بيته ان الانبيب دي بتوصلهم لمكان المعمل واللي بيكون تحت الارض وبالفعل يا صديقي بيقرروا انهم ينفزوا خطتهم وانهم يفتحوا الانبيب دي عشان تخرج ريحة المخدرات ويشمها التمساح وينجذب ليها ويجي على المعمل عشان يقدروا انهم يقتلوه وفي الوقت ده بتكتشف انا ان فيه جسس في المكان بسبب نقص في الا اكسجين بعد سقط برج الطاقة ويغلق نظام التهوية وبيقول دانتي ان المختبر خطير وانهم لازم يتعاملوا بحذر وينتبهوا لكل حاجة وفعلا بيفتح دانتي وبيت وانبيب التهوية وبيطلبوا من انا ان هي تشوف طريقة ازاي يحصروا بها التمساح وبنشوف ان التمساح بدأ يشم ريحة المخدرات وبيمشوا وراء الريحة لحد ما بيوصل للمعمل وفي اللحظة دي بيعرف الفريق ان التمساح وصل للمعمل وبيجهزوا نفسهم وبيستخبوا لحد ما يقرب التمساح ويدخل المعمل واول ما بيدخل التمساح المعمل ويقرب منهم بيحصروا وبيضربوا على النار وبيحاول دانتي وبيتو ان الخطة بتاعتهم تنجح وبيستخدموا كل الاسلاحة اللي معاهو لكن الوضع بيكون مش تمام والرصص مش بيأثر في التمساح وبيكونوا قدروا ان هم هيحصروا التمساح في مكان في المعمل وفي اللحظة دي بيكرر دانتي انه يضرب التمساح بسلاح اربجي ويفجروا المعمل وبيخرجوا كلهم من المعمل بامان وبيكرر دانتي انه يرجع البيت عشان يرتاح وياخد شاور وينظف في دمه من المخدر وبيقوله بيتو انه هيرجع للمعمل عشان ياخد جلد التمساح وفعلا بيدخل بيتو المعمل وفجأة بيكتشف ان جوثة التمساح اللي موجودة دي هي جلد التمساح بس وبيعرف ان التمساح لسه عايش وبيتصل بيتو بسرعة عبداتي وبيقوله ان التمساح لسه عايش وانه هغير جلده وقدر يهرب من المعمل وفي الوقت ده بيظهر التمساح في المدينة وبيهجم على الناس في الشارع وبيخافوا الناس وبيهربوا بسرعة وبيطردهم التمساح وبتحصل حالة من الخوف والفو الناس وبيحاول وليمز انه يقتل التمساح ويدرب عليه نار لكن بتفشل محاولاته وبيقتل التمساح وبيكرر دانتي وانا وبيتو ان هم يرجعوا للكافي وان هم يستخدموا الالعاب النارية عشان يجذبوا بها التمساح وبيساعدهم جريدي في المهمة دي وبعد شوية بيجهزوا كل المعدات والالعاب النارية وكمان بيحطوا هدومهم في المستنقة واللي كانت عليها مخدرات من المعمل عشان يستخدموه كتعمل التمساح وفعلا بيشم التمساح ريحة المخدرات وبيخرج التمساح بسرعة من مكانه عشان يوصل للمخدرات دي ايوة ما هو كيف بيزل اصحبك وفي اللحظة دي بيظهر التمساح وبيضربه دانتي بالاربي جي لكن مش بيصيبه وبيقع في المية وبسرعة بتضرب انا وجراد التمساح بمدفع الالعاب النارية وبيفجروا تماما وبيموت التمساح وبتحاول انا ان هي تنقذ دانتي اللي غرق في المية وفعلا بتقدر ان هي تنقذه وبيكونوا كلهم قدروا من الانفجار ده بامان وبيرجعوا للكافية وبيودعوا كل الناس اللي قتلهم التمساح وبيقضي دانتي وانا لحظات في المستنقع مع غروب الشمس وبيكون الفريق فخور بالانتصار وان هما نجحوا في مهمتهم وقتلوا اخطر تمساح مضمن للمخدرات والحد هنا بيخلص فيلم النهاردة لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم الفيديو الجاي السلام